هكذا بدت مخيمات النزوح في العراق بعد موجة السيول التي اشتاحتها لتضاعف من معاناة النازحين الذين مضت على بعضهم سنوات دون أن يتلقوا أملاً بالعودة إلى ديارهم المشهد يتكرر في العديد من المناطق التي أتت عليه السيول فانهارت بسببها عشرات المنازل وافترشت العائلات العراء بعد فقدانها لدورها فكيف بتلك الخيام البسيطة التي اقتلعتها السيول الجارفة وتؤكد الأسر المتضررة أنها تعيش حالة نزوح جديدة اليوم لا تختلف عن تلك التي أعقبت اندلاع المعارك الطاحنة والعمليات العسكرية العشوائية على مدنهم خلال السنوات الماضية هذا فضلاً عن أولئك الذين دمرت السيول منازلهم ليجدوا أنفسهم بلا مأوى كما هو الحال في نينوى وصلاح الدين البعثة الأممية في العراق أكدت أن السيول تسببت بفقدان عشرات الآلاف من الأسر لجميع ممتلكاتها وأصبحت بحاجة إلى تدخلات عاجلة لتأمين الغذاء ومياه الشرب والأدوية فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية عن زيادة في عدد الحالات المصابة بعدوى الجهاز التنفسي في المخيمات التي زارتها المنظمة من جانبه أكد مكتب مفوضية حقوق الإنسان في نينوى أن الوضع الذي تعيشه العائلات النازحة مأساوي جداً فالكثير منهم بات بدون مأوى أو مأكل مشيراً إلى أن الأمر يتطلب تدخل الفوري والعاجل الكثير من المخيمات اليوم باتت منتهية الصلاحية بعد أن تجاوزت عمرها الافتراضي مما يجعل أصحابها معرضين أكثر لخطر الأمطار والبرد حيث تسكن مئات الأسر في خيام ممزقة مع صعوبة توفير الوقود والكهرباء الموقف الحكومي كان وما زال ضعيفاً للغاية فكيف لحكومة يشغلها الصراع على المناصب والتناحر السياسي أن تلتفت لدعم تلك العائلات المنكوبة وكيف تستطيع المؤسسات ينخره الفساد أن تكون بمستوى المسئولية وأن توفر أرسط المتطلبات التي تحتاجها شريحة عريضة كانت ولا زالت ضحية تلك الصراعات ترجمة نانسي قنقر